عبر الموضوع معنا من بغداد مباشرة عبر الأقماص صناعية دكتور هشام الهاشمي خبير في شؤون جماعات المتشددة دكتور هشام أسل خير أهلا بك معنا من جديد في السيديو الآن التقرير قبل قليل زميل حسام الأحبابي شرح بالتفصيل عن ما يرجع إليه داعش في المناطق المحررة بحسب المعلومات الاستخباراتية المعلومات التي لديكم يعني ما الخطط التي أحبطتها القوات العراقية لداعش وللما يلجأ في المناطق المحررة في الموصل ومعركتها بدأ هذه الوثيقة تعتبر من أهم الوثائق التي حصلت عليها الاستخبارات العراقية وأيضا هي وثيقة تبين تحول هذا التنظيم من جماعة معلنة إلى جماعة سرية وبدأت التحول سواء كان إداريا أو ماليا أو حتى أمنيا هذا الانتشار وبقية من سميهم نحن بالملثمين الذين لم يتم التعرف عنهم عن طريق الأهالي أو عن طريق الجهد الأمني والاستخباراتي كونهم كانوا ملثمين يوم كانوا منتمين مع هذا التنظيم المتطرب الآن هم تسللوا مع العوائل على أنهم لديهم سلامة الموقف الأمني حقيقة على الجهد الاستخباراتي العراقي والجهد المدني المجتمعي الذي هو له الدور الأكبر من تعاون أهل الموصد حيث قدموا الكثير من المعلومات عن هؤلاء الذين نسميهم الملثمين أما غير الملثمين فتم فضحهم إما بفيديوات هذا التنظيم المتطرف وإما بشهادة الأهالي كثير منهم تم القال قبض عليه في المخيمات اللجوء أو حتى في العودة بعد عمليات النزوح وأيضا هناك ثلاثة مراحل تستخدمها القوات العراقية والجهد الاستخباراتي فيما يعرف التدقيق الأمني هناك تدقيق أمني مشترك للأمن الوطني العراقي والاستخبارات وما يعرف بالشرطة المحلية ثم بعد ذلك هناك تدقيق يخص المخيمات اللاجئين وأيضا تدقيق يخص العائدين إلى بيوتهم هذه ثلاثة مراحل في الغالب يتم القال قبض على كثير من هؤلاء لكن من ينفذ من هؤلاء نعم يقوم بهذه العمليات الإرهابية في الساحل الأيسر المحرر شهدنا الكثير من العمليات الإرهابية لكنها بدأت تتقلص بسبب أن المواطن بدأ يفهم أن الأمن هو قرار مجتمعي أكثر مما هو قرار حكومي أو قرار سلطة طيب يعني داعش كيف تفسر لجوءه إلى ربما هذه العمليات الآن إلى محاولته فتح المنافذ أو إعادة نشر المقاتلين يعني في هذه المرحلة من المعركة نعلم بأنه هو محاصر الآن يعني ماذا تفسر هذه التخبطات إذا مسح التعبير الأخيرة لداعش حقيقة هذه الثلاثة معانية الأولى أنهم تركوا خطبة البغدادي التي خطبها في نوفمبر 2016 وطلب منهم الثبات والقتال حتى الموت داخل الموصل في هذه الوثيقة تدل على أن هناك تحول كبير والابتعاد عن وصايا البغدادي في التجير الصوتي الذي بث في نوفمبر 2016 أيضا هذا تحول أيضا في العمل التنظيمي من جماعة أرض التمكين إلى جماعة ما تعرف بدار الحرب وهم عبارة عن جماعات سهرية متخفية للقيام بأعمالهم الإرهابية والثالثة أن هذا الانتشار يدل على أنهم لم يبقى لديهم وسائل اتصال مناسبة في هذه الوثيقة أنهم كتبوا أمرا عاما ولم يخصصوه بفئة من فئاتهم التنظيمية دليل على أنهم فقدوا التواصل فيما بينهم ويعيشون تلك العزلة عزلة الانهيار طيب دكتور هشام داعش السيناريوهات المحتملة لمقاتليه المحاصرين الآن في موصل القديمة مع كل هذه المعطيات ما هي السيناريوهات؟ حقيقة أظن أنهم ليس لديهم شيء إلا أن يسلموا أنفسهم كما قامت تلك المجموعة أمس حينما سلمت نفسها للجيش العراقي في منطقة الشفاء وكثير منهم الآن مرة أخرى عودت القيادة المشتركة العراقية بنشر آلاف المنشورات تدعوهم إلى تسليم سلاحهم وتسليم أنفسهم للقوات الأمنية مع محاكمة عادلة بخصوص كل واحد من هؤلاء ربما يستجيب القليل منهم لكن الكثير منهم لا يزال يقاتل القوات العراقية اليوم في الجزء الجنوبي والجزء الشمالي من المدينة القديمة تقدمها حقيقة كان رائعا تقدم كبير وبالتالي هم لم يبقوا إلا بضعة مئات لم يسلموا أنفسهم فمصيرهم مصير من كان في معيتهم أمس ممن قتلوا من العشرات نعم أشكرك جزيلا دكتور هشام الهاشمي خبير جماعات المتشددة كنت معنا مباشرة عبر الأقماز الصناعية من بغداد شكرا جزيلا لك